شيء آخر المسيح هو رب الكنيسة مكتوب رأس الجسد عنه ونقول عليه أو يطلق عليه الرب يسوع المسيح الرب يسوع المسيح مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح أفسوس إصحاح 2 ألم يقل يسوع اتنبأ على الكنيسة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها ولأن الكنيسة هي جسد المسيح فنحن نحتفل في يوم الرب نحتفل بالرب يسوع ونحتفل في هذا اليوم بسموا يوم الشركة استأتي الكنيسة تجتمع حول الرب يسوع ومن أجل هذا نمارس الفريضة المسيحية ما تسمى مائدة الرب أو العشاء الرباني مائدة الرب هي الشركة حول يسوع مائدة الرب نتذكر موته لأنكم كلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجي فالمسيح أحبائي هو الرب ثم هو رب الهيكل ولكن أقول لكم إنها هنا أعظم من الهيكل فلو علمتم اسمع فلو علمتم ما هو أني أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على الأبرياء هنا بيتكلم عن صدى الصوت النبي هشع يهو يتكلم الرب بيتكلم أريد رحمة لا ذبيحة وهنا يسوع يقول أريد رحمة لا ذبيحة فالرب يتكلم ثم أحبائي واحد من أعظم الشخصيات داود في العهد القديم لكن المسيح هو رب داود بل أصل وذرية داود كما قال يعني أنا أصل وذرية داود أنا يسوع بيتكلم لا الكنايس أنا أصل وذرية داود كوكب الصبح المنير ثم يسوع المسيح هو رب الخليقة هو الرب على الكل لأنه هو الله الرب في السماوات ثبت كرسيه ومملكته على الكل تسود الرب مصمور 103 أي 19 بجسد العهد الجديد فإنه فيه أي في يسوع خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشا أم سيادات أم ريسات أم سلطين اسمع الكل به وله قد خلق الذي هو أقبل كل شيء وفيه يقوم الكل فهو الكلمة بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله وفيه يقوم الكل مكتوب يعني الكل متماسك بالكلمة إذا الكلمة هيك فتح إيده كل الكواكب كل الدنيا بتنهار وفيه يقوم الكل فإذن هو الرب يسوع المسيح على فكرة هو رب حتى على الشياطين مكتوب يا رب التلميذ بيحكم عن يسوع يا رب حتى الشياطين تخضع لنا بإسمك في لوقع عشرة قال يسوع للشيطان للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد قال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك واضح من هاي الآيات أحبائي ربوبية يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر